نحن نمشي معكم خطوة بخطوة بالتسلسل لأن المعلومات التي قدمت والأفكار التي طرحت والمناقشات التي نقشت والقضايا التي أثيرت كلها في غاية الأهمية ونحن نتناولها معكم زي ما قلت لكم من كل ما يمكن أن تتخيلوا من قانون منح الجنسية والمخاوف إلى الزيادة السكانية زي ما قلت لكم من السكة الحديد وأحلام الرئيس السيس المتعلقة بأن يبقى عندنا سكة حديد متطورة تعيد إلى الأزهان السكة الحديد اللي كنا فيها تاني دولة في العالم من حيث السكة الحديد صحيح كان أنشأها الإنجليز لكن ما هي بإدارة مصرية وحفظنا عليها إلا هو الرئيس قال كنت بشوفها في الأفلام الأبيض وسود يعني إزاي نستعيد هذه الصور كل ما تتخيلوا من مشاكل وأزمات وأفكار حنتناولها معكم تباعا بنبدأ بالجزء المتعلق بالبعض المعلومات عن كيف بدأنا خاصة أننا بعد ثورة 36 والرئيس سيقول بعد شوية أن لما تيجي تحاسب التجربة ما تختزلهاش في أسعار أو في مشاكل معاشية لا حاسبها ككل في سياقها الكامل إن إحنا بدأنا إزاي وكانت مشاكلنا الأمنية عاملة إيه وأوضعنا المتعلقة بأهم مطلب وهو الأمن والاستقرار شكلها إيه في سياق المعلومات اللي بيقولها الرئيس أيضا بيعني هنا ممكن البعض يقول إيه أنا ما أقولش ده لكن الرئيس بيكون شايف النموين المناسب والملائم إنه حتى يوجه الشكر لبعض دول الخليج اللي ساعدتنا فيه بعد ثورة 36 كانت البلد مفككة تماما لأنها كانت بتحكم بالميليشيات وليس بالمؤسسات ما كانش عندنا وزارات حقيقية بتشتغل في أي أزمات معيشية وبالتالي هنا الرئيس بيقول إنه لو لا هذا الدعم اللي جالنا بعد بيان 37 من بعض دول الخليج كان ممكن إن إحنا نتعفر وما نكملش يعني وطبعا الرئيس بيقول يعني هو الناس مش يعني عشان يقدوا هذا الدور طبعا بيقدوه بالتأكيد لقيمة مصر بس كمان بالتأكيد أيضا أنه هذه الدول مدركة كمان أهمية أن مصر تقف على قدميها ولا تسقط مع ميليشيات إرهابية من هذا النوع تعالوا نشوف الجزء ده اللي الرئيس فيه بتكلم عن المساعدات التي جاءت إلينا من بعض دول الخليج بعد 37 أعطف تكروا لو 3 سبعة جاء والأشقاء ما وقفوش جنبينا وكنا حرين دي أنا بقول لكم كلام حقيقي ليه بقى وزير بيترون موجود ودولة الرئيس شريف كان موجود وكان وزير بيترون ساعتها إمدادات الطاقة للمحطات اللي كانت متوقفة والبوتجاز والغاز والبنزيم والسولار اتحولت الناقلات من عرض البحر ادخل على مصر ما نفعناش حاجة واعدنا ما ندفعش حاجة عشرين شهر عشرين شهر عارفين كل شهر بكام؟ تقريباً 800 مليون دولار 800 مليون دولار طب انتم بتتحركوا بتقولوا امشي يا فلان كنتوا مستعدين ان انتم تمشوهم والنتائج دي تبقى موجودة تستحملوها النتائج اللي انا بتكلم عليها دي اللي هو ما الدولة ما كانش معها فلوس يجيب تاني خلاص ما كانش معها فلوس يجيب ب800 مليون دولار كل شهر وقود عشان حاجات الناس وعشان المحطات محطات الكهرباء مش كده دولة الرئيس طب ما كانش فيه المبلغ ده 8 في 12 بكام؟ يعني ب10 مليار دولار في السنة يعني في 20 شهر بكام؟ 16 مليار دولار ده وقود بس فلولا وقفهم بجنبنا يطرى بقى لو ما كانش يوقفوا ده السؤال اللي انا قلت اسألوه لنفسكم طب لا موقفوش كنا مستعدين نمشي؟ لا احنا تخلصنا ومشينا اللي احنا قلقانين منه طب كنا مستعدين ندفع التمن ونتحمى ادارة الدولة بدون موارد مش تسألوه نفسكم السؤال ده؟ يا مصريين كلكم وقفوا الناس جنبنا وقفة انا بقولها ليه التاريخ؟ كانت احد اهم اسباب ثبات الدولة المصرية واستقرارها لمدة 20 شهر موسيقى بمشي معاكو زي ما قلتلكو تباعا كيف بدأنا وكيف اصبحنا الرئيس اليوم يقدم ما يشبه كشف الحساب ووجهة نظره انه التجربة يجب ان تحاكم في اطارها وفي صياقها بالكامل ما ينفعش تكتزق مشاكل معيشية وارتفاع اسعار لكي نحكم على التجربة لا احكم عليها بكل ازماتها ومشاكلها من البداية والبداية طبعا كلنا عشنا هذه البدايات لان ثورة 36 هي ثورة شعب وثورة عائلات مصرية شافت بنفسها اللي بيتكلم عنه حتى الرئيس السيسي ربما يا بعض المعلومات اللي الناس يعني ما كانتش عارفة ايه الخطر الذي جاء الينا من ليبيا مبكرا بهذا الشكل انه يبقى في عندنا قوات عمليات خاصة بتدخل في مناطق بعينها علشان تحمي امننا لان بعد مش هتستنى بعد سقوط القذافي لم تعود هناك دولة الى الكلام عن المساعدات التي جاءتنا بعد ثلاثة سبعة ولولاها ربما ما تمكننا من ان نستمر لانها كانت متعلقة بالطاقة والغاز والكهرباء الية اذا مش موجودة هتصاب الحياة بالشلل التام يعني مش الحياة بس الحياة والانتاج والمعيشة كلها يمكن ان تصاب بالشلل التام وبالتالي هنا في حالة المصارحة والمكاشفة بجيبلكوا تباعا بدأنا ازاي بمشاكل حجمها ايه وهنشوف بعد كده تدريجيا وصلنا الى ايه وكمان ما يتعلق بالمستقبل هنعمل ايه كل ده في الكلمات والتعليقات اللي القيت سواء بالامس او اليوم اللي هنجيبها لكوا تباعا و تدريجيا